انا ما قررت لكش مقالة مستفيدة قبل كده عن والدتك قبل اللحظة دي يعني كانت كلها تفاصيل عن الوالدة وحتى انت كان عنوان المقال ايه؟ كانت تسكن باسمها أمي عائشة حسين رفعت كانت تسكن قلبي وعقلي فصارت للأبد تسكن قلبي فيه ناس كتيرة جدا بتفضل نهاية لما يحصل لها حاجة زي دي فقدان أم أو أب نهاية ما تكتبش عنها وتفضل تكتب أو تقول في اللي الناس تتعودت نهاية تكتب فيه ايه اللي خلاك لا أنا من الحقيقة ما تعمدتش أكتب يعني ده مقال لم أتمنى طبعا أن أكتبه ولم أتعمد أن أكتبه إنما حسيت كده في اللحظة أنه لأنه انتعرف حالة الرحيل بيبقى في البداية مش مصدق وبالذات أنه ماما رحلت وأنا جنبها يعني ماسك إدها كويس وبعدين أنا الوحدة عادتها ما عندوش خبرة بأول مرة أفهم الموت ما